هلا إذا نطلع على البلوكس اللي موجودة عنا خلينا بس نراجع عن البلوكس اللي صارت متوفر عنا في هذا الكيس عندي الآن سيكس فالس كونترول دريكتيفاير أنا سيكس فالس كونترول دريكتيفاير هاي كانت الجزء وإذا بتتذكر وقد خلنا لها لأنك تضوي يمكن أحسن أه لا لا فعنا هون سيكس فالس كونترول دريكتيفاير هلا إحنا ضمنيا اللي سأل منكم مبارح ضمنيا في عندي ثري فيز باور سبلاي في الداخل ما طلعنا هوش إذا حتيش تطلعوا ممكن تطلع هلا هون وهذا عندي رح يطلع منه VDC output as a function of alpha واللي عملنا بارع زي ما تذكرين كانت العلاقة هاي بين هدولة ثنين كان فيها cos cos alpha عملنا للميرازيشن حطينا هون cos minus one arc cosine أو A cos alpha صار عندي الرقم اللي بدخل مون هو سمينا R I مش هيك سمينا هذا سمينا R R و R I هو رقم من صفر لواحد بيمثل قديش أنا بدي مولتج من هون وصارت حط العلاقة سهلة جدة بينهم مش هيك صارت العلاقة V DC as a function of R input بتساوي كانت أظل جذرة ثلاثة في ثلاثة على pi مضبوط في V phase P هذا مضروب في R صار لما عملنا cos cos alpha R cos وصار عندي هون linear relationship هذا البلوك فهذا البلوك كله تحول هلا linear relationship بين R I والvolta عملنا linearization لهذا البلوك بعدين أخذنا هادا البلوك دخلناه على DC motor وهذا صار المضروب تجد الداخل عندي مولت هلا هادا رح يعطي لي torque الأوكود هون اعتبرناه torque وهذا دخلناه هون على mechanical plant أو load وطلع معي هون omega omega ووميقا ووميقا وطلع ترجع على DC motor حسنا هلا أحد الأشياء لازل ناخذها بدي speed time profile اللي يبدي يمشي عليه السيستم يعني أنا هلا بدي السيستم هادا يمشي سواء كان طبعا ممكن يلو تطبيقات كتيرة بس مثلا ممكن يكون electric car وممكن يكون عند القطار ممكن أي شي تاني بدي الآن في speed time profile اللي هو إذا كان linear هادي هون function of time في عندي desired value of speed desired value of speed desired v أو omega t هذا طبعا يلو أشكال كتيرة ممكن يكون عندي مثلا هاي speed time profile بدي أقطي distance معينة وإن ال distance هون رح تكون كي بلايها ال area تحت هادا الكرة هي ال distance اللي بدي أطار وفي عندي هون top speed v max مهلا وهون عندي acceleration وفي عندنا كمان واضح انه في هون jerk كمان خلنا نطلع اليوم رح نحكي عن speed time profiling وطبعا هادا speed time profiling ومده نجاحي أو فشلي كيف ايش باعتمد كي بضرا قيم نجاحي أو فشلي بعد ما ركبت السيستم وشغلته قديش بنطبق ال actual v of t أو omega of t على ال desired اللي موجود هون يعني رح يصير عندي هلا هون في kinematics أو desired desired اذا كانها desired speed مثلا desired speed profile هادا desired speed profile ممكن يكون هيك ممكن يكون ممكن يكون trapezoidal ممكن يكون triangular مع jerk وممكن يكون trapezoidal مع jerk تضبوط هاي أشكال طبعا هون بفترض بتحكم بالسرعة فهادي رح تكون يا إما omega of t او omega of t اذا كانوا rotation بس شاطت هادا هلا رح يدخل عندي هون على system هناك وراح يصير قوة desired value مدى نجاحة وفشل system كله ككل بقول لي انه هادا السيستم لما تحرك هل فعلا تحرك على نفس speed profile وانيش كان error burn وكون هيك نجاحي بهذا السيستم طبعا ال integration لهاي رح يعطيني position إذا كني عمالة بتحكم في position يعني بدي أعرف لها بتحكم أنا في position ولا بتحكم في فهادا رح يصير عندي الان هون هادا رح يدخل رح نعمل له subtraction نعم او from v of t actual او omega of t actual إذا كان ها speed اللي بتحكم فيها minus plus رح تدخل عندي هون على controller هادا رح يدخل عندي الان على Vsd variable speed drive وبعدين هادا رح يدخل على actuator اللي هو المتور هون وبعدين رح أجي هون على طبعا عندي هون transcuser طبعا عندي هون transcuser كيش المطروف من هادا السيستيم يتحرك ال error بين هدول التنين هو مقدار هو التقييم لفشلي او نجاحي فلما باجي برسم في النهاية رح أجي أقول مثلا height desired height desired speed profile خلينا افترض وباجي مثلا باطبع عليه او بعمل super position عليه فرضا مثلا هادا الفرق بين هدول التنين هو ال error مضبوط ازا كان السيستيم عندي هون ناجح مفروض هذا ال error طبعا يكون as small as possible فانا فعلا حركت هذا السيستيم طبعا هون رح تشوفوا انتا عم بتشوفوا speed time profile ما بتشوف step function او ramp احنا ايش بتعوضي الدائما step function step function or ramp مهمين لبفحص فيهم السيستيم بس انا فعليا ازا عندي system حقيقي يعني مثلا لو عندي قطار بدي انتقل او جسم بدي انقله من مكان لمكان مسافة معينة على زمن معين طبعا هادا هم زمن ها هادا تي والأريا هاي بي ال displacement d of t او x of t ازا هلا اذا رح نركز عليه النوم رح احكي على speed time profile كيف نعمله generation بقدر عمله generation مالي ولي بي دي بقدر عمله generation بقدر عمله generation بقدر عمله generation بكل الاشياء بس بالاول بنا نطلع على المضحرفة اللي مضمدة فينا